السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم تبعيني الكرام. امتبعي قناة من الاخر خلاصة. لا اول مرة تزورنا في القناة ده تشترك في القناة بالضغط على الزر الاحمر. اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك واسبسكرايب. اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس. رأس لك كل جديد باستمرار بازن الله تعال. تبعيني الكرام معكم محمد نور الدين. خلالي اتكلم عن ترتيب فرقة دوري السعودي دورك اسلامير محمد بن سلمان السعودي. وترتب الهدفين ونتائج مباريات الجولة العشيرة كاملتا بعد الانتهاء اليوم الاحد سبعم واشنين واثنشرidi yeni طبعين الكرام الجولة بدأت السابت ست عشن اتناشر بفوز الشباب على الباطن ٣amo St Clean 3.1. تعادل النصر امام دمك ٢٠ين. وتعادل الهلال امام الاتحاد 1.1 اليوم الاحد سبعم واشنين اثنشر الوحدة فاز على ابها ١١ العين فاز على التعاون ١٦ الفتح فاز على الفيصالي 3-2. اهلي جد السعودي فاز على الرائد 2-1. والاتفاق فاز على القادسية 2-1. خلينا تعرف على ترتيب فرقة دور السعودي. وترتيب الهدفين بعد انتهاء الجولة العاشرة. في صدر الترتيب جدول دور السعودي بعد انتهاء الجولة العاشرة. الهلال في المركز الاول بـ 23 نقطة. الاهلي في المركز الثاني بـ 22 نقطة. الشاباب في المركز الثالث بـ 18 نقطة. الاتفاق في المركز الرابع بـ 17 نقطة. الاتحاد في المركز الخامس بـ 15 نقطة. الوحدة في المركز السادس بـ 15 نقطة. التعاون في المركز السابع بـ 14 نقطة. الفتح في المركز السامن بـ 13 نقطة. الفيصالي في مركز التاسع بـ 13 نقطة. القادسية في مركز العاشر. بـ 13 نقطة. الباطن في مركز الحدي عشر بـ 11 نقطة. الرائد في المركز الثاني عشر بـ 11 نقطة. أبهى في مركز الثلاث عشر بـ 11 نقطة. العين في المركز الرابع عشر بـ 10 نقاط. النصر في مركز الخمس عشر بسمان نقاط. وضمك في المركز السادس عشر والاخير بسمان نقاط. اما عن ترتيب الهدفين. في صدارة الهدفين اللاعب فابيو ابرو لعب الباطن. في المركز الاول بسبع اهداف. في المركز الثاني كارلوس تراند برغي لعب ابها بستة اهداف. وديمتري بتراتوس لعب الوحدة واميليو زلايا لعب دمك. وعمر السومة لعب الاهلي. في المركز الثالث علي الزقعان لعب الفتح بخمسة اهداف. وبافيتين بيجوميز لعب الهلال. وفيليب كيس لعب الاتفاق. ونعيم سليتي لعب الاتفاق. ورومارينيو لعب الاتحاد. وسوفيان بن دمك لعب الفتحة. وحسن العمري لعب القادسية. في المركز الرابع جوليو تفرز لعب الفيصالي باربع اهداف. وفي المركز الخامس اندريا كاريو لعب الهلال بثلاثة اهداف. ومعه ايمن يحيا لعب النصر. وكريستيان جوان كلاعب الشباب. وساموي القوسو لعب الاهلي. وطورك العمار لعب الشباب. ومراد بتن اللاعب الفتح. وامادو متاري لعب العين. اما عن ترتيب صناعة الاهداف سريعا. في صدرات صناعة الاهداف. اللاعب عبدالله الحمدان لعب الشباب. صنع خمسة اهداف. يتساوى مع ويسوف الجبلي لعب البطن. وفي المركز الثاني بافيتين بيجوميز لعب الهلال. سنة اربع هداف. مركز الثالث. الاكساندر الاكساندرو ميتريتش لعب الاهلي. سنة سنة ثلاثة هداف. ومعه سليمان دو كارا لعب الاتفاق. وحسين العيسى لعب الوحدة. واخوانبي لعب العين. وصالح الجمعان لعب ابها. وفي المركز الرابع بصناعة هدفين. عبدالعزيز البيشي لعب الاتحاد. واندريا كاريو لعب الهلال. تمامي الكرام. كان معكم محمد نوردين من قناتنا الاخر خلاصة. اشترك في القناة. فعل زر الجرس اعملاك الفيديو. نراكم فيديو اخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.